السلام عليكم يا شباب كل عام وانتو بخير آسف عالتأخير بس والله العظيم يعني عشان تعرفوا بس يعني انه الغلط ما كان من عندي شوف هذا الفيسبوك عشان ما تقولوا عاملها ومش عارف ايش شوفوا آخر بوست ايش رد علي شهاب نفسه وشو كتبت لهم يعني انا قاعد ارزلهم وتكلم عليهم بالشاتات لانه ايش انا بعرص شغلات ما بيدخلوها ما بينزلوها ولو ما نزلوها ما فيني اعرص شي ثاني لعندما يوافقوا عليه فانا في منشور بنزله من يومين قبل خمس ساعات موافق عليه هذا اللي كتب له هون كتب له شكرا انك انت وافقت لي على المنشور قبل خمس ساعات مع العلم انه متأخر لانه انا عارضه قبل يومين وبعدين قلت قلت لهم يعني شو الفائدة انه عملكوا لايف ستريم لما انتو تخلوه يومين عشان اطلعوا لي الشغلة اللي انا برفعها يعني التأخير هذا كله قاعد يصير من عندهم شايفين يعني هذا شوف الابروف البوست الاول قبل 13 ساعة اليوم الصبح يعني قبل ما اروح الشغل فتحت هم وافقيني على منشور انا عارضه قبل يومين فالتأخير ما قاعد يصير من عندي بصراحة تأخير من الادمنورية اللي في الصفحات والمشكلة انه لما اعرض فيلم في صفحة لو ما وافقوا عليها ما فيني اعرض فيلم ثاني فقاعدين يحاربوني في الوقت الحالي انه يخلي البوست له و لغيه عشان اقدر احط منشور ثاني ولا يوافق عليه عشان اقدر احط المهم الحمد لله و كل عام انتم بخير في نقطة من نبهني عليها احد الاخوة قال لي انت عندك شو هاي الطيارة بتصير قوية ليش طيارتك اقوى الفايتر كومبني فآسف انا انه ما نبهتك عليها لو بتروحوا على الكوماند سنتر وروح على ست فراكشن تاني واحدة هيطلع عندك فراكشنات هلا هاد بتروح عليه ببلاش كاتب لك صحيح خمس ديام بس بستكبس عليه بتروح ببلاش خلينا عالسورفايفور بس بتنزل عالسورفايفور انزل لتحت هتلاقي كل القطع اللي فيها السورفايفور من ضمنهم الطيارة الطيارة من ضمن السورفايفور شو فائدة الطيارة بالسورفايفور و هالحك للحكي هذا حواريكم اياه قبل ما نلعب الأولترا حواريكم اياه عشان تشوفوا الفرق يعني مثلا لو ضربت خلينا نشوف لنا شغلة هيك بسيطة نضربها موارد ولا لا خلينا ننزل على الأولترا طيب و ان شاء الله خلال لعبنا بالأولترا حواريكم شو فائدة الفراكشن لما تحط فراكشن طيب انا بصراحة قاعد اجرب طريقة جربت عدة طرق بس كلها تقريبا يعني نفس الشي فيها اذية بس وصلت لمرحلة انه في طريقة اسهل البلاتون اللي اختريته اخر بلاتون وصلت له حطيت فيها هذولة الاربعة ليفانت جيريكو الدلتا فاير تيم دلتا وحطيت في كايلي ثاني واحد حطيت المحروس دفن وبعدين حطيت شوية ملاعيب من هذول الفيبو اللع بس تهجم انا ما حاجم بيهم بالطريقة العادة المعتادة انه تهجم وتضرب ومش عارف ايش طريقة جديدة قلت خلينا اجرب لانه انا مبارح انتبهت لها قبل ما روح انام انتبهت لها اللي حعملوا ايش حنزل يا معلم عشان ايش عشان زي ما احنا عارفين انه كله بيجعل دفن بيحبوه لدفن فقربوا شوية لقدام ودي سيلكت ونزل هذول حطهم قدامه عشان ايش يحموا لو اجا احد حيروح على ال دفن بس ايش قبل ما يوصل يستلموه شايفين يستلمو هذول يقتلو طيب طيب وانا بشغل الشوك يعني الشوك في شغلات كثير يمسكها قربهم شوية لقدام ووقفهم بدي خلص خليهم هناك ما عندي فيهم شي اللي حفوت فيه يعني انت تقدر في شغلات كثيرة تفوت ليش للمدافع ما شغاله اه الصواريخ يعني فيك مثلا الصواريخ هذه مشكلة ليك اذا تضربها بصاروخ الماوريك هيشيلها ففيك تستخدم طريقة ثانية انا دائما احب انه الواحد حسب قواته انا حنزل اتنين يلا حلينا ننزل اتنين من هذول هذول الحلو فيهم اللي عجبني فيهم انه تصليحهم سريع الاوليون وقوايا ما شاء الله عليهم يعني ضربتهم صارت عندي عشرين والله حبيتهم فحنظف فيهم وخليهم تصليح وانا عندي كثير منهم حتى لو انصابوا انا ما عارف يعني بصراحة قدياش حتصيبهم الأذية بس زي ما انتو شايفين يعني مبارح استغربت انه ضربهم هالقوة هاي وما اخذوا تصليح معايا فخلينا نستخدمهم ونجرب هذة الطريقة لو نجحت بيكون خيرا على خير وزي ما شايفين يعني اكلت نص القاعدة اللي عندها اللا هاي اول مرة بصراحة يعني قاعد اجرب هذي غلطة مني شوف المفروض اكتل فورست طبعا هذة كان فورست شفتوه نزل دبابة نزل جنود طيب في عنا وراء في عنا يعني كذا هيرو هي في القاعدة بدكوا تنتبهوا في عنا مثلا وراء في عندنا هياه الميك لفل عشرة يعني ضربته جامدة وفي عنا الدفن هناك وفي عنا كان قبل شوية الفورست فما شاء الله يعني معاب بيها ألا أنا اياش قاعدة كتل بهاللي موجود الصف هذا اللي قدام وزي ما شايفين يعني كل ضربة ضربة بسيطة لعندها القاعدة فضيت شبه فضيت يعني هذا النص الأول فضى هيا نسيت المفروض اضربها بالبداية ألا خلينا نرجع على الصف الثاني خليك بعاد عن هدول لأن هدول يضربوا أرضي آآ جوي أكلت شوية ضربة ما مشكلة بس شو الحلو فيها قاعدة اياش تمسح مساحة القاعدة هدول الاثنين وشايفين ما فيهم يعني أذية كثير ما قاعدين يتأذيوا الحلو فيهم يعني خليك بعيد عن آآ شفوني شافني أسحب شوف أدوني هدول أسحب الورا قتل رجع يلا حلو حتى لو زي ما قلتلكم حتى لو صار عندي تصليح ما بيأثر لأنه عندي منهم كثير خليهم بالتصليح وأطلع المهم هياها القاعدة زي ما انتم شايفين ما فضل فيها شي آآ ما منتبه ما منتبه انتبه طيب لا لعند هون بديش أكمل خلص طلحهم هدول تأذوا شوية يلا طلحهم هلأ شوف خليني وين راحوا شوف وين راحوا هاي الأذية أكلوها من هدول لما طلعوا لا حول الله يا ربي هلأ شوف عندي هون صفر صفر لأنه نفس الفراكشن حدخلها نفس الطريقة اللي قلتلكوا عليها خط صغير حروح على هديك الجهة أو تقدر تروح على أي جهة بس خليك بعيد عن هذا اللي عاوز أضرب وعاوز أضرب هذا المدفع لهذا المدفع يأذينا عرفت كيف وهذا يأذينا فخلينا نبلش من هناك قديش صار الثمانية في المية صار عندها بو ستناعش في المية تسعة عشر في المية لأنه نفس الفراكشن كل ما تنزلوا تضرب أكثر كل ما تاخذ قوة أكثر يعطوها بونس أكثر وشايفين مش الله عليها ما فيها أول هجمة ما فيها أي ضرر لعند هلا يعني أنا الغلطة لعند هلا اللي غلطت أنه الطريقة عجبتني لأنه لما طلعت الطيرات هذول ضربوهم وإلا يمكن كان عندي عشر دقائق تصليح أو خمس دقائق تصليح الواحد يتعلم من أخطائه هاللعب بدي يفوت شوي لعندك هذا بيضرب جوي وهذا بيضرب جوي هذول انتبهوا منهم كمان وفي عندك هون وفي عندك المصيبة الكبرى هذا هذا لفل عشرة يعني ضربته جامدة جامدة إن شاء الله فلشنا لا والله لسه لسه موجود ارجع مرة يعني ما خسراني شي خليك بعيد عنه وأضرب هذول على راحتك لا تستعجل في وقت كثير ثمان دقائق حتشوفه ورا ما نخلص هذاك هو هذل على المشكلة الوحيدة المدفع هذا وصاحبنا هون الهيرو هذا هو المشكلة راح المدفع زي ما انتم شايفين اختفى المدفع لما اختفى المدفع هذا كبر شو بجيب له ما عدا دخل طيران حجيب هذ الدفن نزله هون وحجيب هذولا كلهم اخليهم هون هذولا كلهم اخليهم هون ساحبهم شايف ساحبهم لهناك والدفن هجيبه لهون شايف الجيش كله وين يا معلم خليه هناك هلأ باخذ الجيش زي ما هو وقربه شوية وفي نفس الوقت اقرب الدفن اقرب الدفن على مهل واجيب هذول معه اقرب الدفن مبارح انا انتبهت له انه ايش حيدوخ في صاحبنا اصحب يا معلم انتهى موضوعه ليك راح راح صاحبنا هلأ حشو يا معلم كل سنة وانت طيب ما عد شي في القاعدة بيضربك المفروض ما في شي في القاعدة خليه روبيون وكل سنة وانت طيب عيدية من كيكسي شايفين يا شباب الغلطة الوحيدة لما طلعت الطيارات طلعوا من جنب الدفن من جنب شو اسمه الدفن الدفن ضربوهم وإلا خلينا نشوف البلاتون شو هذا الدلتا فورس عنده شخطة صغيرة هذول زي ما هم زي العسل ارجع يا معلم انا مبارح اول قاعدة بصراحة لعبتها لعبتها بطريقة ثانية بالفايتر كامباني وقعدت اضرب فيها بس يعني مشكلتها انه بس توصل عند الهذاك يعني بيكتلك اياه صاحبنا ميك لفل عشرة حاطين يكتلك يا هذا مش تصليح تباه هذا في تصليح تاني هاي الطيارتين اللي عملنا فيهم اه عندي تصليح قديم هذي الطيارتين شوف صار عندي ثلاثة وثلاثين دقيقة هذا دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية انستنت خلصت هلا انا عندي منهم كثير ليك يعني انا عندي حاطة بلتون معبه هذول المفروض ما ياخدوها الوقت هذ بس معبه اللع شو حطهم تصليح يا معلم الفايتر كامباني بعتقد مضروبه اه الفايتر كامباني عندي مضروبة خليها تتصلح بعدين ما مستعجل عليها هاي وحدة الشغلة الثانية اللي بدي اياك وتنتبهوا عليها يا شباب العبوا بس تفتح انا شو بتساوي يا معلم بس تفتح يعني اجت في وقتها بس تفتح الاميجا العب الاميجا يا معلم سيبك لانه مبارح كان فيها غلط يعني حتى البرسيوس ما كان نازل في القاعدة على ان شاء الله انا ملعبت من مبارح لليوم خلينا نشوف ان شاء الله ما يكون موجود في الطيرات بس يعني بتاخدها طيران بس ما يحتاج تقول لحدا فايتر كامبني شخطة اولى من هنا اللي هناك خليهم يجي عليك حتى اخذ هي المفروض تاخد دقيقة تصليح يعني مبارح لعبت انا كل قاعدة باخذها بتاخد دقيقة تصليح الفايتر كامبني فبالعب ثلاث قواعد اروح فايت على القاعدة فري ريبير واطلع ألعب ثلاث قواعد فري ريبير خلصت تقريب خمسين قطعة انا عندي فري ريبير وعندي تصليح ما فيه يمكن ولا شي ثلاث دقائق قلت لك اخر ما خلصت خلصت هي فتت عندي تصليح ثلاث دقائق فزي ما انتوا شايفين تتحرك من وراء ما فيه شي بيضربها بتفوت من وراء بتاخد شخطات بسيطة هم ما صلحوها البيرسيوس مبارح حسب ما انا سبتها مبارح ما كان فيه بيرسيوس شايفين فوت بالنص بشو موش زي طريقة الاول كنا بنفوت بالنص بننزل ما فيه بيرسيوس فصائرة بسيطة كتير هلا كمان شوي بيصلحوها بيهلكونا او يمكن يعملوا داون تاوم ويصلحوها حنهلك لانه هو لو موجود بدك تفوت طيارات وبدك تفوت جيش فهايا اسهل شي حتى لو ماتت الفايتر كامبني ولا يهمك يمعلم في دواء انت بتخلص لايش بتخلص من الاوميجا شايفين اخذناه بس بالطيارة في عندك تقدر تدخل فيك تدخل اي طيران بدك ولا بدي ارجع على القاعدة صلح ولا شي خلينا اروح على القاعدة الثانية عشان اخلصها وكل سنة وانتو طيبين وان شاء الله هدخل كمان شوي هعمل فيديو بالشو اسمه بالقواعد الثانية اللي فوق والقواعد التحت واوية استفسار واي معلومة احنا كلنا اذان صاغي للشباب الطيبة والسلام عليكم وكل عام وانتو بألف خير